الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقة ومن هنا فإن على العاقل أن يفرق بين المدارات والمداهنة فالمدارات هي خلق عظيم يعني الترفق واللين والمداهنة هي التنازل عن الحق ونحن بحاجة إلى مدارات في حياتنا فلابد أن تداري صديقك وإلا هجرك وتداري أباك وإلا صخط عليك وأن تداري أمك وإلا جفتك وما أحسن المدارات إنها فن المعايشة والأسلوب الحق الحضاري للتعامل مع الآخرين والحياة كلها تحتاج إلى مدارا فلن ينجح في الحياة إلا من دارا ولن يسعد إلا من تغاضا ولن يفلح إلا من تغابا ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي اللهم ارزقنا حسن الخلق مع جميع خلقك واصرف عنا كل سوء وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اشتركوا في القناة